أنا وظيفي العزيز الشيخ أحمد العياري أطلت المقدمة سامحني يا شيخ أحمد يا مرحبا يا مسهلا أخويا أبو عبدالله حياك الله محمد وعلى آله وأصحابه ومنتبعهم بإحسان اليوم من جين وما بعد أزاكي الله خير أبو عبدالعزيز على هذه المقدمة الجميلة المبارك حقيقة يعني ما تركت لي شيء أنا كنت أتكلم عن هذا الموضوع لكن ما شاء الله عليك أتحفتنا بالمقدمة المباركة الجميلة لكن يتمامل كلامك أبو عبدالعزيز ويكلمك جميل وممتاز موصول يقول لله جل وعلا جاء اليهود أو في التفسير ابن كثير جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نحب الله جل وعلا يعني نحب الله جل وعلا مثلكم يعني وذا كلام ابن كثير في التفسير نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل الله جل وعلا آية ردا على اليهود قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله ليس قضي أنك تحب الله فقط بدون اتباع محبة الله جل وعلا تكون بيش بالاتباع كما ذا تفضلت يا أبو عبدالعزيز فهنا سبحان الله الله جل وعلا تحداهم قال أنتم تحبون الله حبوا الله جل وعلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر محبا لله سبحانه وتعالى لأن محبة الله جل وعلا مرتبطة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا أشكل فيه معروف فهذا يعني مشاركة وتنبيه على موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا منبه إلى اليوم الفضيل يوم الجمعة وفي ساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم قائم يصلي يدعو الله جل وعلا إلا سجيب له فهذه الساعة قال كما قال أهل العلم من السلف والخلف أنها آخر ساعة من عصر الجمعة أو من نهار الجمعة فالمسلم يستغل هذه الساعة ويكثر من الدعاء فيها خاصة أننا في رمضان والمسلم صائم وفي حديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد فهنا دعوة للصائم ودعوة في هذه الساعة فأنت جمعت بين الدعوتين فاستغلها أخ الكريم في هذه الدقائق وادعو الله جل وعلا لنفسك ولوالديك ولزوجك وأبنائك وكل من تحب ولمرضى المسلمين والضعفاء والمساكين والمحتاجين نعم ودعو لهم في هذه الساعة المباركة لأنها ساعة عظيمة وشريفة فالمسلم يستغل لها بطاعة الله ويستغل لها بالدعاء وهذه الساعة يعني ساعة الدعاء وكان بعض السلف رحمة الله على المجلسون بعد العصر يوم الجمعة ولا يقومون إلا بعد المغرب يستمرون على هذه الساعة كاملة في الدعاء فيستغل المسلم هذه الساعة في الدعاء والاستغفار والذكر والعبادة وقراءة القرآن فهي دقائق معدودة وتنتهي ويأذن المغرب فأسو الله جل وعلا أن يوفق نواياكم لما يحب ويرضاه وكل من سمعنا وشاهدنا أن يرفع قدرة ويغفر ذنبه ويفرج همه اللهم أمين ونخص بذلك والدينا والزوجة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات وجميع المسلمين اللهم أغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه سميع ومجيب قريب الدعوات الله يزاك خير أبو عبد الله طبعا سبحان الله اليوم أخبارا يعني تقريبا